بسم الله الرحمن الرحيم إخواني المستمعين مرحبا بكم حيثما كنتم عبر أثير إذاعة الشارقة هذا محدثكم الرضا العويداني يحدثكم من أمام الميكروفون مع برنامجكم مع الرعيل الأول ضيف البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي فأهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا بالشيخ حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا بارك الله فيك لازلنا حتى الآن ونحن مع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه صديقي هذه الأمة وثاني اثنين إذ هما في الغار صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ورفيقه في الغار شيخ بارك الله فيك لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن صفات أبو بكر رضي الله عنه والمواقف العظيمة التي وقفها أبو بكر رضي الله عنه سواء كان في أيام الجهلية أو سواء كان في أيام الإسلام سواء كان في مكة أو في المدينة أو غير ذلك شيخ بارك الله فيك من ضمن المواقف المهمة التي أود أن تتحدث عنها خاصة فيما يتعلق بموقف أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تلقى هذا الخبر وماذا حدث من أبي بكر رضي الله عنه عندما رأى اختلاف المسلمين فيما يتعلق بموت النبي عليه الصلاة والسلام حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والهم ما بعد فلا شك أن حادثة موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من أشد الحوادث التي مرت على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بل على الأمة بأسرها ذلك أن هذا النبي الكريم الذي جعله الله عز وجل سببا في هداية هذا الخلق وفي إعادة ملة إبراهيم وفي رجوع التوحيد والإيمان بعدما على كعب الشرك وارتفعت الوثنية هذا النبي الكريم الذي جاهد في الله حق جهاده هذا النبي الذي كان الأب لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يلجأون إليه في كل أحوالهم فيحل مشكلاتهم ويجيب عن تساؤلاتهم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أحبوه محبة شرعية ومحبة طبيعية عليه الصلاة والسلام أما المحبة الشرعية فلكونه خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم هذا الذي جعل الله عز وجل اتباعه دليل على محبته سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وأما المحبة الطبيعية وهي محبة أخلاقه وسمته وهديه وطريقته عليه الصلاة والسلام رحمته بالخلق ولا شك أن حادثة وفاته عليه الصلاة والسلام مثلت هزة عنيفة في المجتمع المدين حتى أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام ما بين مندهش لا يدري ما يقول ألجم لسانه فلا يستطيع البيان وما بين رجل يهذي ولا يدري ما يقول وما بين باكن وما بين إنسان لا يدري بما يفكر ولا بما يقول ذلك أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مفاجئة صحيح أنه تقدمها مرض فقد مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرضا شديدا وكان يقول عليه الصلاة والسلام ما زال هذا أوان قطاع أبهري وكان يشير إلى الشات المسمومة التي أكلها في خيبر حينما جاءت بها اليهودية وقد سمتها فلفظ النبي عليه الصلاة والسلام وأما بشر أحد أصحابه رضي الله عنه فأكل فمات من ساعته وكان النبي عليه الصلاة والسلام اشتد به المرض وازدادت عليه الحمى فكان ربما صب عليه سبع قرب موكيات يعني لم يفتحن وكان يوضع في إناء عليه الصلاة والسلام من شدة الحمى وكان ربما صلى في بيته عليه الصلاة والسلام وكان يأمر نساءه بأن يأمرنا أبا بكر أو يخبرنا أبا بكر يصلي بالناس وكان يقول يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر وكان عليه الصلاة والسلام حرج مرة من المرات وأبو بكر يصلي بالناس فرفع ستار غرفته كأن وجهه القمر عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أصحابه فلما رأوه دهشوا حينما رأوا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قد تعافى فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكانك وهذه لا شك أنها كانت وداع من النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن تجدد عافية فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زال به الألم والمرض وكان يقول عليه الصلاة والسلام إنا ليضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر فالنبي عليه الصلاة والسلام من أشد الأنبياء ابتلاء ابتلي من المشركين وبتلي في دعوته ابتلي في أهله وابتلي أيضا في جسمه عليه الصلاة والسلام حيث يعني مرض هذا المرض الشديد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه كان حاضرا في ذهن النبي عليه الصلاة والسلام حاضرا في قلبه فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت يمينا ولا يسارا إلا وأبو بكر كان حاضرا أبو بكر كان في مغيبه ومشهده على لسان النبي عليه الصلاة والسلام حتى أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن مسألة ثم وعدها قال اتيني من العام القابل فقالت إن لم أجدك وكأنها تشير إلى موته عليه الصلاة والسلام فقال ائتي أبا بكر وكان يقول صلى الله عليه وسلم يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر حينما أراد أن يقدمه للمسلمين ليصلي بهم ينيب عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلوات الخمس شيخ بارك الله فيك موضوع الخلافة سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بنوع من التفصيل لكن شيخ بارك الله فيك قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك أكيد علامات وأمارات بقرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام وكان أعلم الناس بذلك هو أبو بكر رضي الله أعلم نعم صحيح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام خطيبا فقال إن عبد خيره الله ما بين الدنيا وما بين ما عنده فاختار ما عند الله جل وعلا هنا الناس يستمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن عبد من عبيده نعم وأما أبو بكر فأجهش بالبكاء وبكى فنظر الناس إليه وكانوا يقولون ما باله هذا الشيخ يبكي ما باله هذا الشيخ يبكي هم فهموا شيئا لم يفهموا إلا أبو بكر يعني بالنسبة لهم فهموا شيئا آخر نعم كأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتحدث عن رجل يعني خير ما بين الدنيا وزينتها الخلود نعم الدنيا وبين ما عند الله عز وجل لكن أبو بكر عرف بأن المقصود بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام قرب رحيل نعم وهذا يدل على أن أبو بكر كان أفقه الناس وأعرف الناس بمراد كلام النبي عليه الصلاة والسلام صحيح ولذلك قال الناس ما باله هذا الشيخ يبكي يعني ما هو الدافع الذي يجعله يبكي والحديث عن الرجل يقول فقال الراوي فعلمنا بأن المقصود بقول النسلم إن عبدا هو عليه الصلاة والسلام صبح هو العبد المخير وأن الله تعالى خيره بين الخلود في الدنيا وبين أن يلقى ربه جل وعلا فكان يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر خارج المدينة كان في العوالي في السنح من العوالي نعم وكان في مزرعتي هناك رضي الله تعالى عنه أرضاه فلما بلغ الصحابة رضي الله عنهم وفات النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة كما ذكرت قبل قليل انقسموا إلى أقسام منهم من صمت ولا يدري ما يقول ومنهم من بدأ يهدي كعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا كل شيخ من هول المصيب نعم ولذلك أحيانا المصيب تقع على النفس فتهزها هزا عنيفا حتى إن الإنسان ربما يقول كلاما غير محسوب ولذلك هنا عمر ماذا كان يقول قال والله ما مات وإنما هي غيبة كغيبة موسى وعده الله سبحانه وتعالى ثم سيرجع بعد ذلك سيرجع وسيقطع أيدي وأرجل أناس منافقين سبحانه وتعالى يعني يقول هذا الكلام ولا يفقه معناه رضي الله عنه من شدة هول المصيبة وهذا كلام من تعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام فعمر رضي الله عنه من شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتوقع بأنه يموت مثل هذه السرعة أو يفاجئه الخبر ولذلك أحيانا يقول كما يقول التربويون وغيرهم بأنك إذا علمت حدثا مؤلما فلا تخبر صاحب هذا الحدث أو المصيبة تخبره بمفاجأة وإنما تتدرج له صحيح تأتيه بالتدرج ولا تعطيه فجأة فجأة لأنه قد يعني يصاب بقد يفقد عقله أحيانا صحيح بل قد يموت نعم فهنا عمر رضي الله عنه أخذ يرغي ويزبد ويرعد ويقول كلاما عظيما فلما جاء أبو بكر رضي الله بلغ الخبر لأبو بكر رضي الله عنه جاء من العوالي مسرعا فدخل وعمر رضي الله عنه في المسجد يقول هذا الكلام فلم يلتفت إليه أبو بكر يمنع عمر يمنع الناس من أن يتكلموا على موت النبي عليه الصلاة والسلام فدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا به مسجم بثوب عليه الصلاة والسلام فرفع عن وجهه وتأكد أبو بكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات شيخ بارك الله فيك يعني عفوا أنا وقفت هنا قليلا معي كيف يعني لأبو بكر رضي الله عنه أن يكون عنده مثل هذا الحلم مثل هذا الثبات هذه الشجاعة التي زرعها الله عز وجل في قلبه سبحان الله نلحظ بأن عمر عفوا شيخ مع أنه أقرب الناس إلى النبي أقرب الناس وكان أكثر الناس رجل بكاء لكن أحيانا هؤلاء الرجال أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل المخافة يثبتهم الله عز وجل في مثل هذه المواطن الصعبة هم أشجع الناس في مثل هذه المواقف تراه بأنه لين رقيق لكن في الحقيقة في المواقف التي تحتاج إلى الرجال يظهر هؤلاء يكون هم أول الرجال نعم فظهر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وكشف الثوب عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام وتأكد من وفاته وقد أخبرته عائشة بذلك وأنه مات بين سحرها ونحرها هنا قبله بين عينيه وقال طب تحيا وميتا يا رسول الله والله لا يجمع الله لك موتتين أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه نعم فثم غطى وجه النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الناس وعمر يرغي ويزبد ويرعد ويتحدث بهذا ويتوعد من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات فأراد أبو بكر أن يتكلم لكن صوت عمر الجهوري الذي يتردد في جنبات المسجد لا يستطيع أبو بكر أن يبلغ كلامه للناس فقام أبو بكر ليهدئ عمر فما يعني هدأ إلا بعد أن هزه أخذه من تلبيبه وهزه وقال جبار في الجاهلية خوار في الإسلام ثم قال أبو بكر قولة عجيبة سبحانه غابت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها بين أيديهم نعم قال يا أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ثم تلع عليهم قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم يقول الراوي فخر عمر على ركبتي لم تحتمله رجلاه ما استطاع خارد قواه وكأنه يقول والله ما كأني سمعت هذه الآية إلا الآن سبحان الله كثيرا من الصحابة غابت عليهم لأنه دهشوا حصل عندهم من الدهش ومن الصدمة كما يقال شيخ غيبة الزهن الصدمة نعم سبحان الله هذه الآيات وهذه جاء في القرآن ويقول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون والآيات في هذا كثيرة نعم في سبيل العموم وأيضا في سبيل الخصوص للنبي عليه الصلاة والسلام فهنا حصل شيء من السكون والهدوء حصل شيء من السكين التي عمت أهل المسجد وعمت المدينة بأسرها وأيقن الناس حينها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فوضعهم أبو بكر أمام الأمر الواقع وبين لهم بأن هذا النبي هو بشر من البشر وأنه لقي ربه كما لقيه إخوانه من قبله من الأنبياء والمرسلين فهدأ الناس وسكنت الفتنة لأنه كانت تحدث فتنة صحيح فعمر رضي الله عنه يرغي ويزبد ويتواعد وتواعد الناس يقول من قاما من يقول بأن محمد قد مات والله لا أفعلن ولا أفعلن وإنما هي غيبة وسيعود ويقطع أيدي وأرجل أناس منافقين فهنا لما حصل أبو بكر يعني لما وقف هذا الموقف حصل من السكينة وحصل من الهدوء والطمانينة التي تشير إلى أن أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا شجاعا تبته الله عز وجل في هذا الموقف مع أن يعني المتبادئ للذهن أن أبو بكر أكثر الناس ينبغي أن يكون اندهاشا وأن تحصل له الصدمة العظيمة صاحبه منذ الصغر وصديقه في الكبر صاحبه في الغار ورفيقه ورفيق دربه أبو بكر رفيق درب النبي عليه الصلاة والسلام ظله الذي لا يفارقه في كل أحواله وجميع أموره كان لا يستطيع أن يفارق النبي عليه الصلاة والسلام لكن المواقف الصعبة تحتاج إلى الرجال الأشداء صحيح فثبته الله جل وعلا خاصة أن شيخ بارك أضافيك عفوا يعني الذهن الذي أصاب يعني كثير من الصحابة رضي الله عنهم بسبع عظم المصيبة لأن موت النبي عليه الصلاة والسلام ليس كموت أحد من الناس مع أن النبي عليه الصلاة والسلام تقدمت جملة من الإرهاصات على وفاته سبحان الله لكن ما استشعر الصحابة ذلك بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث يعني إذا أراد أحدكم أن يتسلى بمصيبته فليذكر مصيبته فيه نعم فإنها من أشد المصائب اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي وإذا أردت مصيبة تسلوا بها فاذكر مصابك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام فليس هناك أعظم ولا أشد من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وعلى الأمة لكن الله تعالى قضى وقدر بأنه ما من أحد إلا وقد كتب عليه الموت صحيح كل من عليها ثان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرار هذا الموقف العجيب في الحقيقة نجده أيضا ماثلا في حياته كلها ونجد أيضا أهل العلم الربانيين على هذا المسلك ولذلك في الفتن شيخ رضاء وإخوان المستمعين وأخوات المستمعات في الفتن العظيمة التي تتعلق بمجموع الأمة تجد أهل العلم هم الذين هم الفيصل في الحقيقة في هذه القضايا حاصة أهل العلم الربانيين الذين منهجهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة رضي الله عنه تجدهم يثبتون في مثل هذه المواقف ويكونون فيصلا ويقودون الأمة إلى بر الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى على طريقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه والله شيخ بارك الله فيك حتى يقول الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى إن الفتنة إذا أقبلت علمها كل عالم وإن الفتنة إذا أدبرت عرفها كل جاهل يعني الناس وقت الفتن لا يعرفون حقيقتها إلا العلماء فقط ولذلك جمهور العام يثقل عليهم كلام العلماء في الفتن في بدايتهم لماذا لأنه يخالف عواطفهم أهواءهم ولا ينسجم مع أهوائهم نعم فيكونوا ثقيل عليهم فهنا لما تذهب الفتنة وتنجلي أو يقول الناس هذا فعلا صدق العالم الفلان وهكذا المقصود بأن ينبغي للمسلم أن يسلك مثلك أبي بكر في مثل هذه المواقف العظيمة التي ثبت فيها وثبت من الله جل وعلا شيخ بارك الله فيك أحسنت على هذا الكلام الجميل فعلا نحن في حاجة إلى مثل هذه التربية تربية الناس على الثبات خاصة وقت الفتن والرجوع إلى أهل العلم حقيقة الذين هم مرجعية الناس خاصة في مثل هذه النوازل شيخ بارك الله فيك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن تيقن الصحابة رضي الله عنهم بذلك لا شك شيخ بارك الله فيك أن قائد الأمة قد مات والأمة تحتاج بعده إلى قائد هنا شيخ بارك الله فيك معلوم من شيخي أن مجتمع المدينة يتكون في جملته من فئتين هم الأنصار الذين هم أهل المدينة كم يقال الأصليون والمهاجرون الذين أتوا من مكة إلى المدينة أو من غير مكة إلى المدينة هنا شيخ بارك الله فيك لا شك بأن هذا الموقف أو هذا الأمر لم يمر كم يقال مروا الكرام بل حدث نقاش كبير بين الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بمن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف يا شيخي بارك الله فيك أود منك أن نتحدث عنه بشيء من التفصيل وكيف يا شيخي بارك الله فيك كان أبو بكر رضي الله عنه هو أولى الناس بهذا الأمر هذا شيخي أود أن نتكلم معك عنه بشيء من التفصيل مع ذكر الأدلة شرعية في ذلك من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن إن شاء الله تعالى نبدأ بهذا الموضوع في الحلقة القادمة إخوانا المستمعين إن شاء الله تعالى إلى أن نرقاكم نسأ الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتقبلوا تحيات محدثكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته